نبتدي حلقتنا كده بأخبار الأهم وهو باسم مرسي باسم مرسي ايه قصته ايه حكايته بيتمرم مع الناشئين هل مستشار مرتضى منصور قالب عليه النادي قالب عليه انتو عارفين ان باسم مرسي هينتهي عقده مع نهاية الموسم يعني بعد 6 شهر من دلوقتي ممكن يكون free ويروح اي حتة هو عايزة باسم مرسي رافض مبدأ انه يسيب نادي الزمالك كده يعني النادي الزمالك ما استفدش منه جنيه مع ان ممكن اي واحد يتحط في مكانه مصلحته اخدلي انا الفلوس انا انا اولى بيها وانا عامل عقد مع نادي الزمالك وانا يعني عشان نكون منطقيين انا مش ابني نادي الزمالك يعني مش متربي في نادي الزمالك يعني مش مولود في نادي الزمالك الراجل بقى لي سنتين ونص في نادي الزمالك وعملت بطولات وجبت حاجات اي نعم طبعا نادي الزمالك له فضل كبير علي لكن في النهاية ممكن كل واحد في الزمن اللي احنا فيه ده بيدور على مصلحته تعرفين يعني جايله ستوك سيتي وأستون فيلا وست برومتش دول 3 أندية هيجي العرض خلال 48 ساعة نادي منهم هيبعت عرض والعرض اعتقد قد يصل مثلا لبيع مقابل مليون دولار بيع مقابل مليون دولار دلوقتي حد يقول مليون دولار ده قليل لا ما هو مليون دولار يعني انت بتتكلم في مليون دولار يعني كما جماعة دلوقتي 20 مليون جنيه 20 مليون جنيه أو 18 مليون جنيه أو 18 وشوية في 6 شهور لأن النادي الزمالك يمتلك عقد بس المرسي في 6 شهور بس المرسي ما عندوش مانع كمان أنه يجدد لو ما طلعش الأيام دي أنه يجدد لنادي الزمالك ويحط شرط جزائي مليون دولار برضو بعد نهاية الموسم أنه يمشي وده طبيعي ومنطقي أن اللاعب في النهاية من حقه أنه يرحل ومن حقه أنه يمدي دلوقتي بلا مقابل لأن عقده بينتهي ولكن هو احتراماً لجمهور نادي الزمالك واحتراماً لمشار مرتضى منصور واحتراماً لمجلس الإدارة والنادي الزمالك الكبير اللي عمل اسم بس المرسي الراجل عايز يدفع مليون دولار لنادي الزمالك سواء دلوقتي أو في إذا احترف بعد نهاية الموسم والراجل كمان ملعبش بورقة زي ما كتير قوي بلعبوا فاكرين أنا أصلاً جاي للأهلي أصلاً الزمالك عايزني أصلاً الورقة دي اللي بقى دمها تقيل قوي الراجل قال أنا مش هلعب في مصر غير في نادي الزمالك ده واحد أي كلام اللي جاي يفاوض نادي الزمالك ده واحد نصاب مش هعب دي شركة ألمانية وعايزة تشتريه عشان تبيعه يعني في موقع كبير من موقع الجرائد الكبيرة كانت بين شركة ألمانية جاية بتنصب على الزمالك عشان عايزة تبيعه لجلطة سراي بستة مليون بعدها على طول يعني للأسف الإنسان ما بيقعد يفكر بعقله هيفهم أنا كلمت شخصياً مصطفى فتحي في التليفون وقال لي بالضبط أن الناس جاية عايزة تستعرني مقابل خمسمائة ألف يورو في ست شهر اللي جايين ومع إعادة البيع أو حق البيع مقابل تلاتة ونص مليون يورو تمام نادي الزمالك في المقابل قال أنا عايز ستة مية وامتين معسكر فهم قالوا خمسمية وامتين معسكر فنادي الزمالك قال أنا خلاص أنا مش عايز معسكر هتولي سبعمية على طول هم وصلوا للعرض لستمية في النهاية المستشار المرتضى قعد مع مصطفى فتحي في مكتبه وقال له مصطفى أنا عايز سبعمية سبت المستشار عشان خطري أنا عايز احترف أنا نفسي دول الإيطالي ده حلملية ده 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 قال له طب أنت تتكفل بالمئة ألف دولار مصطفى قال أنا ليه سبعمية ألف جنيه في الندي مش عايزهم بس مئة ألف يورو يعني ما معناها بتتكلم في 2 مليون جنيه وهو أساسا لغد دلوقتي مصطفى فتحي ما اتفقش مع النادي ولا عمل حتى يعني كان هو عمل كشف طبيعي قبل كده يقال يعني سفر قبل كده سرا يعني ما كان قال أنه راح ألمانيا راح إيطاليا بالمرة لكن مليون أو مئة ألف يورو ده حوالي 2 مليون جنيه وهو مصطفى مش عارف هو هياخد كم من تورينو في الست شهور اللي جايين دول ما يعرفش لأنه هو لسه لعيب مبهم لعيب مش معروف لعيب ما لعيبش في أوروبا قبل كده هيتأقلم ولا مش هيتأقلم ففي النهاية بعد يوم ويومين والنهاردة الزمالك بيعلن رسميا انتقال مصطفى فتحي والموافقة موافقة نادي تورينو على إعارة موافقة نادي تورينو على أن الزمالك هيعيره ب700 ألف يورو ونادي تورينو وافق أنه يدفع المبلغ وأن الإمضة هتكون في إيطاليا بإذن الله في مدينة تورينو ألف مليون مبروك محترف جديد في الدول الإيطالي مصطفى فتحي وإن شاء الله كلنا يا رب يا رب يكون ليه نصيب وانتبعه في الدور الإيطالي في الدور التاني خصوصا أنه محدش عارف يعني ممكن يلعب ممكن ما يلعبش الله أعلم إحنا كلنا كنا أملنا كبير قوي في رمضان الصبح أنه يتقلق مع السوق سيتي وأنه هو يلعب ويقسر الدنيا لكن بنقف قدام يعني إيه دوري إنجليزي يعني إيه قيمة دوري إنجليزي يعني إيه لعيب لسه بلا خبرات كبيرة أول مرة يتغرب بره بلده كلام دلوقتي على إعارته الأندرلاخت وكلام على إعارته نادي فيورنتينا لكن وكيل أعماله نادي شوي بيؤكد أن رمضان صبحي مش هيمشي من دوري إنجليزي خالص ولو حتى قعد احتياطي في ستوك سيتي هو مش عايز يرحل عن الدوري الإنجليزي ونادي ستوك سيتي نهائية خلاص؟ عايز أقول لكم خبر تاني بقى اللي برضو ليه كل الناس عايز أتشكك إنه مصطفحة حجال وعرض؟ ليه كل الناس كان بتحاول تقول ده نصب؟ كمان ابتدوا يقولوا تصريحات مش عارف مدير الرياضي في توريينو مين مصطفحة حجالها؟ ده إحنا ما نعرفوش خالص ده إحنا عندنا لسه جايبين لعيب ده إحنا جايبين لعيب من روما ده إحنا قيمتنا كاملة شوف كل الكلام ده في المقابل إحنا عندنا في مصر نفس الناس اللي بتتكلم دي هو يقولك الأهلي راح يجيب بابل والزمالك بويليام شبور معيني الأهلي والزمالك اللي اتنين مأيدين التلات أفارقة يعني الطبيعي ومنطقي إننا ما ينفعش يعني مثلا ما ييوبونك إزاي الأهلي بيفوض وليام شبور ده مأيد تلاتة مثلا أو الزمالك إزاي الأهلي راح ما عرفش ده مأيد تلاتة وبعد كده مبالح جون أنتوي راح إعارة لمصر المقاصة وبالتالي النادي أهلي من حقه إنه هو يجيب لعب أجنبي بعد فتح باب الاستبدال وهنتكلم في موضوع الاستبدال ده في المقابل نفس القصة بالنسبة لنادي زمالك ونادي زمالك عمال يفوض وليام شبور وعنده قصة كبيرة في موضوع وليام شبور وليام شبور أساسا معار من نادي ريو آفي البرتغالي يعني هو مش ملك الوداد الوداد واخده سنة إعارة فات منها ست شهور فات منها ست شهور طيب يعني نادي الوداد مش عايزه ست شهور الجايين طيب الزمالك هيدفع للوداد جزء من الست شهور اللي جايين ولازم يدفع معرفش يبيع نهائي من ريو آفي يقال ومش عارف اللعيب نفسه عايز 200 ألف يقال إنه ممكن الصفقة بتاعت وليام شبور دي يعني تروح ل 550 ألف قد تصل بوكلاء اللعبين أو حاجة ل600 600 ألف يورو فمبلغ طبعا مش قليل 600 ألف يورو مبلغ مش قليل لكن في النهاية هل موضوع صعب؟ موضوع صعب تعويل يا مش جبور لغاية دلوقتي صعب طيب كل ده مرتبط بكمان بإن نادي الزمالك لازم يستغني عن معروف يوسف أو مايوكا قولا وحدا وغير كمان إن نادي الزمالك مطلع يعني طالع فيه لعيب طالع من عنده اسمه كوفي بيلعف الاتفاق طلع معار هو طبعا مش متأيد في القيمة لأنه هو طلع من قبل بداية السنة قبل بطولة أفريقيا فاكرين إما راحوا وهربوا وبعد كده رجعوا وبعد كده عتزر وبعد كده زمالك طلعوا 200 ألف دولار للاتفاق السعودي فكل ده برضو مرتبط إن زمالك لازم يستغني عن واحد نفس القصة بالنسبة لمصابة فاتحي فيه لعيب يقال إنه هو فنزويلي فيه لعيب أفريقي المصابة فاتحي نفسي هيستغنوا عن واحد وهيدخلوا مكان مكان إما ييجي بقى واحد موقع كبير ويكتب يقولك إيه دي شركة دي نصب ودي شركة ألمانية وهي هتاخد اللعيب بـ 600 ألف وبعد كده إعادة بيع بتاتة ونص وبعد كاف الصف هيبقوا لجلطة سراي بـ 6 مليون ودي الورقة بتاعة جلطة سراي اللي عايزة تشتريب 6 مليون يعني يعني أي حد عاقل في الدنيا يعرف إن ده شغل وكلاء لعبين يعني هو جلطة سراي يا حبل يعني نادي جلطة سراي ده عمال يتفرج على الاتنين وهم بيشتروا ويبيعوا بـ 600 وبـ 300 ولا بـ 3 مليون وييجي هو في الصيف يشتري بـ 6 يعني هو جلطة سراي ده عبيت يعني مش عارف مش متابع الواد يعني مش متابع اللعيب بالاسم ومصافة فتحي كمان الغريبة هو بعد 6 شهور حد عارف مصافة فتحي سليم ولا متعور ولا مستوى كويس ولا مستوى وحش ولا حد عارف حاجة يعني طبيعي المنطق انه يقصر العالم بقى عشان بعد كده يتبعف بعد 6 شهور بـ 6 مليون يورو كلام لا منطقي وكل شوية ينتشر في السوشيال ميديا وبتدي الناس تسأل وبتدي الناس تتكلم وبتدي الناس تبني على حاجات هي على أرض الواقع مش حقيقية ده بالنسبة لمصافة بس المورسي زي ما قلت لكم ده قولا واحدا خلال يومين هيجيله عقد من الدوري الانجليزي وهيسافر والنادي زمالك عنده معسكر يوم الثلاثة الجاي هيسافر الصبح للجونة بعد ما أخر السفر يوم كان هيسافر للتنين يعني هيسافر يوم مطش مصر وبولندا في كأس العالم العسكرية ان شاء الله الساعة 4 ويوم مطش مصر وبإذن الله مالي الساعة 9 بالليل دانيل بانت على الفكرة الجنوب الافريقي هو اللي هيحكم مباراة مصر ومالي ان شاء الله أولى مباراة مصر في الساعة 9 بالليل نادي زمالك هيستبعد بس المرسي قيدة مصر فتحي كمان هيتم استبعاده اسلام جمال خلاص في طريقه للنادي الإسماعيلي مع ان الزمالك بيقول الإسماعيلي وإمبي والإتحاد عايزينه اللي هيدفع أكتر هنسب له اسلام جمال لكن اسلام جمال لديه رغبة ان هو يرجع تاني للنادي الإسماعيلي كمان كان فيه كلام على رمزي خالد لغا دلوقتي فيه كلام ان عمر سعد الزمالك عايز الباكليفت عمر سعد حسان باولو على ما أعلم ان مصر الموتادة منصور اتقال له ما تشتريش حسان باولو اتقال له ما تشتريش حسان باولو وان 15 مليون ده مبلغ يعني مبالغ فيه جدا وان حتى لو وصل ل 6 مليون فيه لعيبة أفضل منه ده كلام مصر الموتادة منصور الله أعلم إلا يحصل الفترة اللي جاية ترجمة نانسي قنقر